موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدين الكرام ما الذي تريده المملكة العربية السعودية من اليمن اليوم هل هي جادة في دعم اليمن والشرعية أم أن لها مآربة أخرى لماذا تغيرت سياسة الملك سلمان على عكس ما بدأت به ما خيارات الشرعية اليمنية إذا خذلان التحالف طبعا هذه الأسئلة وغيرها باتت مطروحة في الشارع اليمن الآن وتسبب حرجا أخلاقيا للشرعية اليمنية من ناحية وتسبب إضعافا لموقفها مع الانكلاب من ناحية ثانية ولهذا رأينا أن تكون موضوع لمحور حديثنا أو موضوع للمحور الأول من هذه الحلقة المحور الثاني سيتناول تطورات الأحداث في شمال الجزيرة العربية والعراق حيث وقع الزلزال الاستفتاء الكردستاني الاستفتاء على الانفصال في كردستان العراق الزلزال الذي سيضرب شمال المنطقة ويخلف تداعيات قد تصل إلى جنوب اليمن إلى جنوب المنطقة وإلى اليمن عن هذا الذي يحدث وعن دلالاته ومستقبل القضية اليمنية سيكون حديثنا في هذه الحلقة كونوا معنا يقال إن لحظات الانتظار هي من أصعب اللحظات التي يمر بها الشخص سواء كان انتظارا لحبيب وخير قادم أو كان انتظارا لعدو وشر المتوقع وهناك نقطة صنعانية قديمة تجسد هذا المعنى تقول النقطة تقول إنه عندما أباح الإمام أحمد للكبائل نهب صنعاء أو نهب صنعاء ثلاثة أيام كان هناك واحد صنعاني قد جمع ما خف وزنه وغلي ثمنه من بيته يعني جمعهم في صرة وخرج الشارع ينتظر حتى ينتهي النهابة من نهب بيته لكن النهابة تأخروا عليه ولم يظهروا في الوقت المحدد وطال الوقت والرجل يريد أن يرتاح من القلق ويعود إلى بيته فما كان منه إلا أن صعد إلى السطح وأخذ يصيح أين النهاب يجويس رقوني تعبت ربما هذه النقطة تقرب حالة بعض اليمنيين اليوم كثير من اليمنيين اليوم تعبوا من المراوحة في حالة اللا حرب ولا سلم ولا انتصار ولا هزيمة التي يعيشونها يريدون أن يصلوا إلى شاطئ الاستقرار هذه واحدة من مشكلات الشرعية في الداخل وهنا تبدأ معضلة أخلاقية حقيقية بالنسبة لجبهة التغيير والشرعية خلينا نسميها جبهة التغيير والشرعية هذه المعضلة أعتقد أنها مصنوعة عن سبك إصرار وترصت من قبل التحالف نفسه التحالف نفسه أراد أن يضع الشرعية في هذا المأزك الأخلاكي وتحديداً نقصد بالتحالف هنا دول الثورة المضادة للربيع العربي أعني بالمعضلة أن جبهة الشرعية والتغيير مطالبة اليوم من منطلق أخلاقي مطالبة بحسم المعركة وإنقاذ الناس أو التخلي عن الحرب لأنها إذا لم تفعل ذلك ستصبح مسؤولة أمام الناس عن معاناتهم هذا مفهوم وهذا الموقف الأخلاقي الصعب الذي سيضعف الشرعية كما تريد دول التحالف تحديداً السعودية والإمارات ومصر هذا الموقف فعلاً يسبب إشكال للشرعية هذه الدول لا تريد للشرعية اليمنية أن تربح المعركة صار هذا واضح لماذا؟ لأنها لو ربحتها فهذا يعني أن ثورة فبراير قد انتصرت ويعني أن اليمن سيتجاوز معضلتها الأزلية معضلة التي تسببت في تخلفه وتمزقه وهي معضلة السلطة المركزية المستبد هذه هي معضلة اليمن ومرضها المزمن السلطة المركزية المستبد دول الجوار يبدو أنها لا تريدنا أن نتجاوز هذه المعضلة تريدنا أن نبقى محلك سر في حين أن هذه الدول لا تريد للربيع اليمني أن يزهر ولا تريد لليمن أن يتجاوز محنته ويغادر الشرنكة التي وضعوه فيها هذه الشرنكة وضعنا فيها الإقليم قبل الاستبداد الداخلي لكنهم كما يبدو بحاجة نقصد الدول التحالف الآن بحاجة إلى وركة الشرعية وبحاجة إلى مقاتلية الشرعية لكسر اليد الإيرانية التي امتدت إليهم من اليمن وبعد أن يطمئنوا إلى زوال القوى العسكرية بيد الحوثي أو يطمئنوا إلى عجزه عن تهديدهم ربما يبحثون عن صيغة تجعل اليمن صيغة حل لا تخدم التغيير ولا تخدم الشرعية لماذا؟ لأن هدفهم ليس حماية اليمن من تهديد هذه المشاريع الصغيرة تحالف لا يعني حماية اليمن من هذه المشاريع الصغيرة السلالية والمناطقية والطائفية والمذهبية اللي يعنيهم حماية أنفسهم من رياح التغيير في اليمن هذا الكلام كان وما زال عقيدة سارية لدى اليمنين وغير اليمنين الجميع يعرف ذلك كنا نظن عند بداية عاصفة الحزم أن المملكة السعودية بصدد مراجعة سياستها هذه سياستها التاريخية مع اليمن وخطاياها التاريخية مع اليمن لو لا أنها خيبت توقعات الجميع تعالوا نستمع إلى هذا الأكاديمي الأماني وهو يصرح بما يجول في نفوس كثير من اليمنيين بالنسبة لموقف السعودية وموقف دول الخليج من اليمن ما الذي تريده دول الخليج من اليمن على المستوى الاستراتيجي نستمع إلى هذا البحث الأكاديمي الصادق الصريح القضية اليمنية تنتقل من مرحلة معقدة إلى مرحلة أكثر تعقيدا نحن نعلم جميعا أن ما جرى في سبتمبر 2015 كان عملية التفاف على الثورة اليمنية التي كان يمكن أن تفضي إلى نظام سياسي مستقر في اليمن ولكن دعينا نتحدث عن مسألة أوسع من التفاصيل وأوسع من هذه الجزئيات أنا في تقديري أن هناك فلسفة خليجية فيما يتعلق بالنظر إلى المسألة اليمنية وهذه الفلسفة قديمة وأحسب أن هذه الفلسفة التي تفرز المقاربات السياسية والاستراتيجية الخليجية إزاء اليمن هي قديمة ولا زالت ذات الفلسفة قائمة إلى الآن الكتلة الخليجية منظومة التعاون لا تريد يمنا مستقرا سياسيا آمنا اجتماعيا به قدر من الرفاه والرخاء الاقتصادي ما مصلحتها في ذلك؟ ليست لها مصلحة حقيقية أنا أتصور هذا يأتي امتداد للمزاج العربي في التعامل مع الجوار هذه الحقيقة التي صرح بها هذا الأكاديم العماني نقولها نحن دائما ليس لأننا نريد أن ندين السعودية والتحالف هذا أمر لم يعد مهما نقولها لأننا نريد لأبناء اليمن أن يتفهموا التعقيدات التي وضعت أمام جبهة الشرعية والتغيير من طرفين غير شريفين الطرف المحلي مبثلا في الانقلاب الذي وضع اليمنيين بين خيارين مرفوضين إما دولة الاستبداد والظلم والفساد ذات اللون الجهوي المذهبي العنصري الواحد إما هذا وإما أن نستعين بالأجنبي والرضى بما يفضي إليه هذا التعاون وهو يعلم أن الأجنبي يريد شيء آخر من اليمن لكنها عدم الشعور بالمسؤولية واللا أخلاقية التي دفعتهم إلى ذلك خيروا الناس الشرفاء بين موقفين بين خيارين كلاهما مر وجبهة التغيير بطبيعة الحال مضطرة للأخذ بأكل الخيارات سوءا ألا وهو خيار التعاون مع دول الجوار لإزالة الحالة الانقلابية الحالة الانقلابية التي لو بكيت سيكون ضررها على اليمن وعلى مستقبل اليمنيين أشد وأنكى من أي أجندة أجنبية لأن الأجندة الأجنبية مهما كانت لا يمكن أن تبالغ في التدخل في اليمن لحدود يعني غير دبلوماسية إذن المسألة بالنسبة للشرعية يعني مسألة موازنة بين خيارين كلاهما سيئ وهي مضطرة مضطرة لاختيار أحد الخيارين واحد فقط أمامها وهذه حالة تجعل الموقف الأخلاقي تجعل الموقف الأخلاقي لجبهة الشرعية ضعيفا أمام من لا يعرف طبيعة المعركة وتحدياتها هناك ناس لا يعرفون طبيعة هذه المعركة ولا يعرفون تحدياتها يطالبون الشرعية ويطالبون جبهة التغيير بمطالب تكاد تكون مستحيلة وغير منطقية لأنهم لا يريدون أن يعرفوا طبيعة التعقيدات ولا طبيعة الموقف الأخلاك الصعب الذي وضعت فيه الشرعية هناك من لا يعني مستقبل اليمن واليمنيين تحت ظل سلطة الانكلاب وهؤلاء لا يعني أيضا موقف الشرعية في مثل هذا الوضع في مثل هذا الوضع من المنطقي والأخلاقي أن يكفى اليمنيون وراء جبهة التغيير لتقوية موقفها أمام الأجندة المشبوعة سواء كانت أجندة في الداخل أو في الخارج هذا هو المنطقي لكن اللي يحدث هو أنهم يطالبونها بتحقيق المستحيل المستحيل أمام جبهة التغيير الآن هو أن تكف هذه الجبهة في وجه الجميع الشرعية ليست سوبرمان جبهة التغيير والشرعية ليست سوبرمان حتى تكف في وجه الانكلاب في الداخل وفي وجه التحالف من ناحية أخرى التحالف الذي يحاول إضعافها وتفكيكها واستخدامها كعداه فقط خاصة وأن العالم قد ترك الملف اليمني بيد السعودية وشركائها يعني ما عندناش أطراف دولية ممكن نلجأ إليها أو تساعد هذا ليس دفاعا عن الشرعية بكل أخطائها وليس دعوة لليأس طبعا الشرعية لها أخطاء ولها خطايا ونحن لم نفقد كل أوراقنا في المعركة مع الداخل أو مع الخارج هذا دفاع عن مستقبلنا الذي يتربص به طرفان هذا الكلام هو دفاع عن مستقبلنا الذي يتربص به الطرف المحلي الذي يريد اليمنيين عبيدا له لا شركاء والطرف الإقليمي الذي يريد اليمن ضعيفا لا يقدم أي نموذج ناجح في التنمية والديمقراطية وليس أمامنا خيار ليس أمامنا خيار سوى أن نجتاز حقل الألغام هذا أو حقل الألغام هذا للوصول إلى بر الأمان هذا كدر الشعوب التي تطلب يعني تطلب عروس غالي اللي يخطب العروس الجميلة يعني يدفع مهرها ونحن بنخطب الحرية والكرامة والرخاوة هذه أمور بشهلة لا تأتي على الطبق من فضة هذه أمور تحتاج لتضحيات والشعوب جربت يعني الشعوب دفعت فيها أثمان باهظة ونحن بنشوف الآن إقليم كردستان إلى أي مدى مستعد يضحي برخائه وراحت باله في سبيل كليل من الحرية والكرامة طبعا هناك من سيتساءل الآن لماذا لم نتحدث عن حقيقة الموقف السعودي عند بداية عاصفة الحزم لماذا الآن هذا الحديث وهو بالفعل سؤال يعني مطروح يحتاج إلى نقاش وجواب البسيط السعودية التي عرفناها عند بداية عاصفة الحزم غير السعودية التي نعرفها الآن الجميع كان يعرف السياسة السعودية قبل الملك سلمان بما فيهم قادة الأحزاب اليمنية الذين ذهبوا إلى صعدة لتوقيع اتفاق مذل مع عبد الملك الحوثي ما ذهبوا إلى هناك إلا وهم يدركون أن الجار الشقيق ليس بمستوى الطموحات وليس عند مستوى المستوى الأخلاقي الذي يمكن أن يعول عليه كانوا يدركون ذلك أيام الملك عبد الله والجميع أيضا قال إن سياسة الملك سلمان في بداية توليه السلطة كانت مختلفة عن سياسة الذين سبقوه وكالتفاعل اليمنيون خيرا لعل السياسة السعودية الجديدة تصحح خطايا السياسة القديمة السعودية مع بداية تولي الملك سلمان للسلطة والمسؤولية أعطت انطباع للعالم كله بأنها ستتبنى سياسة مختلفة عن السياسة التقليدية التي عرفت بها السعودية كان هناك عدد من الشواهد الدلة على أن الملك سلمان سيتبنى سياسة جديدة لأن السعودية أصبحت في وضع جديد وضع غير مسبوك لأول مرة أمريكا التي كانت تحميها من الأطماع الخارجية تركتها فريسا لإيران ومصر التي كانت سندها الإقليمي أصبحت تدور في فلك الإمارات وفي فلك إسرائيل والإمارات التي تبتسم لها في الظاهر تمكر لها في الباطن كان هذا واضح للجميع وكان من المتوقع في ظل هذه الظروف أن يتخذ الملك الجديد أو النظام الجديد سياسة جديدة تحمي المملكة من الزوان كان فعلا مخطط لتقسيم المملكة وبالفعل لاحظ العالم كله التوجه الجديد للمملكة من خلال بعض مواقف وتصرفات الملك سلمان يعني لاحظنا قراراته الداخلية عند أول تولي قرارات استبعدة أنصار النظام القديم أنصار الملك عبد الله ذلك الطاقم الذي كان مقرب من الأمريكان ومن إسرائيل الذي عرف بعدائه لثورات الربيع العربي هذه ملاحظة لاحظنا أيضا موقفها البارد تجاه السيسي وموقفها اللامبالي تجاه الرئيس الأمريكي عندما زار هذا الأخير زار السعودية ولاحظنا دعوة الإنشاء تحالفين عربي وإسلامي في مواجهة الأطماع الفارسية والإرهاب ولاحظنا أيضا سعية لترميم العلاكات المتصدعة بين السعودية ودول الخليج التي صدعها الملك عبد الله من قبل وخاصة قطر وعمان كل هذه المؤشرات لاحظناها أقنعتنا وأقنعت العالم أن السعوديات تتجه لتبني سياسة سياسة خارجية ودخلية جديدة وتحديدا سياسة الخارجية قالوا أنها ستكون ستكون الأولوية في هذه السياسة لمواجهة الأخطار التي تتهدد الكيان القوم العربي ولهذا تفائل العرب عامة وتفائل اليمنيون خاصة لعل ذلك يكون إذان بأفول الانقلاب المدعوم من إيران والذي دعمه الملك عبد الله من قبل نقصد بالانقلاب الحنثي يعني هكذا كان الناس متفائلين والشواهد كانت تدل على ذلك لكن هذا التفائل شهد انتكاسة كبيرة بمرور الوقت حيث تبين أن السعودية لم تتمكن من تغيير جلدها ولا هي قادرة على مغادرة عادات مربع العادات القديم وهذا طبعا ما فاهمه الكثير من الناس وفاهمه هذا المستشرك الفرنسي الذي سنستمع إليه بعد قليل هذا المستشرك الفرنسي الذي جلس يتحدث عن السياسة الثابتة للمملكة العربية السعودية أمام أعضاء مجلس النواب الفرنسي مجلس النواب الفرنسي طلب مستشرك فرنسي يشرح لهم الظاهر السعودي يفهمهم السعودية هذه سياستها كيف بتمشي هذا من باب التواضع طبعا وخلاصة ما قال هذا الرجل هو أن المملكة دولة براغماتية يعني تفكر بطريقة نفعية ما هيش دينية لا دينية تعتقد أن عدوها الحقيقي وهذه نقطة حساسة قال السعودية تعتقد أن عدوها الحقيقي هو الإسلام السياسي السني وليس الإسلام السياسي الشيعي وهي التي دعمت الحساسيين في البداية كما قال تعالوا نستمع إليه واحدة فاول Спасибо تحساسي اخبار التواضع سعودية ليستمع وليس الإسلام سي ще لو تحساسي انه نرى لا نفعيش توقع بطريقة سرى لا نسى سعودية يجعني نقوم بطريقة وغاب المواهب المملكة لم نحودي انه نحودي وغباء في بعضه لانه يجعني انه لا نقوم بطريقة سعودية يعمل سعودية السعودية المشاركة الثقابة طبعا لدينا الكثير مما يمكن إضافته لهذا الكلام لكن الهدف كما قلنا ليس إدانة النظام السعودي الآن بل لفت الانتباه إلى طبيعة التعقيدات التي تحيط معركتنا الوطنية مع الانقلابية هناك تعقيدات جزء من هذه التعقيدات وضعه وضعته الدول التحالف وضعتها السعودية هذا هو وضعنا الآن وهو وضع يدعو للحزن نحن نريد أن نبرع ساحتنا ونبرع ساحت الشرعية من الآن لأنه لم يعد لدينا ما نخسر ونحن خسرنا وطن ولا نريد أن نخسر مستقبل هذا الوطن ينبغي أن نكون صرحاء وصادقين وعلى البسؤولين عن هذه الأزمة أن يتحملوا مسؤولية توم الأخلاقية لكن طبعا هذا الوضع لا يدعو لليأس كما قلت لأن الستر لم يسدل بعد ما زال في جعبة الأقدار الكثير من المفاجآت ما زلنا نتوقع الكثير الكثير ما زالت كما قلنا يعني عجلة اللهب وكرة اللهب تتدحرج ولا ندري إلى أين ستصل سنتظر ونراكب أما الآن فسنذهب لفاصل قصير ثم نعود الاشتكبالي حديثنا ابقوا معنا اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد في شمال العراق والجزيرة العربية يقع إقليم كردستان العراق هذا الإقليم يضم حوالي تسعة ملايين نسمة في مساحة تقدر باربعين كيلو كيلو متر مربع مقسمة على أربع محافظات يتمتع هذا الإقليم بالحكم الذاتي تقريبا من السبعينيات من أيام صدام حسين وله جيش وبرلمان ورئيس وعلم وإن كان العملة هي عملة العملة الوطنية العراقية يعني ناكسها العملة تقريبا والتمثيل السياسي الخارجي هذا الإقليم أقدم في الأسبوع الماضي على خطوة انتحارية أجرى استفتاء على الانفصال عن العراق ونعتبرها خطوة انتحارية لماذا؟ لأنها مرفوضة من قبل الدول الأربع التي تحيط به مرفوضة من قبل العراق نفسه ومن قبل إيران ومن قبل تركيا ومن قبل سوريا يعني أن هذا الإقليم سيتعرض في الحد الأدنى لحصار مطبق لن يستطيع معه الصمود وقد تؤدي العملية إلى تدخل عسكري من قبل هذه الدول الذي يهمنا الآن في هذا الموضوع هو النظر في المآلات المتوقعة لهذا المتغير الجديد نحن أمام متغير جديد في المنطقة هذا المتغير نريد يعني هو أحد هو في حقيقة الأمر هو أحد تداعيات الثورة المضادة للربيع العربي ما يجري في كردستان هو واحدا من تداعيات الثورة المضادة للربيع العربي وليس الربيع العربي نفسه يعني الثورة المضادة للربيع العربي جرت المنطقة إلى تداعيات خطيرة لا أحد يعرف نهايتها ولا حتى الذي صنع هذه الثورة المضادة لا يعرف نهاية التداعيات التي ستقول إليها وإحنا قلنا في هذا البرنامج من قبل أن كرة اللهب التي صنعتها أنظمة الثورة المضادة ستستمر في الدحرجة حتى تصل إليهم هناك احتمال أن تتدخل كل من إيران والعراق وتركيا عسكريا ضد إقليم كردستان هذه الحرب قد تغير خارطة التحالفات في المنطقة هناك توافق تركي إيراني عراقي في مسألة انفصال كردستان هذا مرفوض هذا التوافق قد يدفع التحالف يعني قد يدفع إيران وتركيا والعراق إلى تشكيل تحالف أو تنسيق من نوع ما هذا التحالف إن حصل أو هذا التنسيق ستخسر منه دول الخليج نفسها خاصة وأن الإمارات متهمة بدعم إقليم كردستان جنبا إلى جنب على الكيان الصيوني يعني الآن التهمة موجهة للكيان الصيوني وللإمارات بدعم إقليم كردستان وانفصاله والأمور هذه صارت مثبتة وأدلتها صارت واضحة والإعلام وسائل الإعلام تقدم الأدلة والبراهين الواضحة القاطعة وبهذا سنصبح أمام محورين طارئين في المنطقة محورين جديدين غير المحاول الأساسية الثابتة التي تحدثنا عنها من قبل يعني سنصبح أمام محور إيران وتركيا ومعهما العراق وكطر وبعض الفصائل الشيعية في الجزيرة العربية هؤلاء من جهة في مواجهة محور إسرائيل كردستان ومعهما بعض الدول السنية الخليجية قبل أن نكمل التحليل في هذا الشأن دعونا نتابع هذا المقطع الأكاديمي إسرائيلي يبين إلى أي مدى إسرائيل مهتم بالشأن الكردستاني ثم نعود لمتابعة تحليلنا هذا النداء موجه إلى الشعب الكردي الأصيل في كردستان وإلى جميع الكرد في جميع أنحاء العالم كنا نيناديكم من تل أبيب نعم أيها الكرد لقد ضقت ساعة الاستقلال صوتوا في الاستفتاء التاريخي نعم نعم من أجل دولة كردية دولة مستقلة قوية نحن نحبكم نحن في إسرائيل ندعمكم حكومة وشعبا لكي نفهم أبعاد هذا النداء الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو نفسه عن دعمه لإقليم كردستان العراق تصريحات خرجت في الوسائل الإعلام قبل هذا دعونا نرجع كليلا أو نرجع كليلا لتكرير مثير عرضته قناة الجزيرة قبل مدة تحدث هذا التكرير عن تواطئ المسؤولين الأكراد مع تنظيم الدولة داعش في فترة من الفترات حيث كان التنظيم تنظيم الدولة يتحرك في الطريق الدولي بين العراق وسوريا دون أن يتعرض لأي أذى لا من قبل قوات البشماركة التابعة لإقليم كردستان ولا من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكا يعني كانت كوافل تنظيم داعش تتحرك في هذا الخطط دولي بين العراق وسوريا بأمان كامل مع أنه القوات البشماركة وقوات الإقليم كردستان كانت مسيطرة على الجبال المطلعة على هذا الخط وبإمكانها استياط هذه القافلات وضربها ولذلك كان الضباط والجنود البشماركة يبدون استغرابهم للأوامر التي تأتيهم بعدم التعرض لكوافل تنظيم الدولة مع أنها في مرمى ميرانهم كانوا يتساءلون لماذا يعني يتمتع تنظيم الدولة بهذه الحصانة في هذه المنطقة من قبل المسؤولين الأكراد ومن قبل الأمريكان طبعا الضباط والجنود البسطاء لا يعرفون أن تنظيم الدولة مجرد أداة لمخطط كبير ولعبة كبرى في المنطقة تهدف لإعادة تكسيمها تنظيم الدولة داعش كان بمثابة السكين التي يتم بها تقطيع المنطقة تعالوا نستمع إلى بعض الجنود والضباط البشماركة وهم يدينون قيادات الإقليم في التواطئ مع الأمريكان لحماية قوات تنظيم الدولة هذا هو الطريق الدولي الذي يربط بين معقلي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية مرورا بقضاء تلعفر وسنجار غربي محافظة نينوى ويحرص مقاتل التنظيم على مواصلة سيطرتهم عليه لأهميته الاستراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري هذا الطريق مهم جدا بالنسبة لتنظيم الدولة فهو يربط بين مناطق نفوذه قيادتنا تمنعنا من التعرض لهذا الطريق الذي تتحاشى طائرات التحالف أيضا ضربه يقولون إنه مدني ولكننا لا نرى أي مدنيين فيه بل هناك فقط المقاتلون وشاحنات النفط نحن ممنوعون من تجاوز هذا الخط قبل نحو شهرين تقدمنا ليلا باتجاه الطريق الدولي ووصلنا إليه بسهولة وقمنا بقطعه في الصباح وصلتنا الأوامر من قيادة البشمرقة بضرورة الانسحاب وإلا سنتعرض للقصف من قبل طائرات التحالف بصراحة كل شيء بيد أمريكا الجند الكردستاني فاهم جزءا من اللعبة وقال إن أمريكا هي التي توجه وتتحكم يعني توجه وتتحكم في السياسة الكردستانية سياسة الإقليم وبالتأكيد فاهم أن قيادة الإقليم متواطئا معها والوكالات الإخبارية تحدثنا عن دور مريب في جوار هذا الدور الكردستاني تحدثنا عن دور مريب لكل من الإمارات وإسرائيل في كردستان يعني الخيوط كلها بتجتمع وتشكل صورة مكتملة ما الذي تريده إسرائيل والإمارات من كردستاني ترى إلى أين ستقودهم هذه المغامرة مغامرة فصل إقليم كردستان عن العراق ربما تتذكرون أننا تحدثنا مرارا عن المحاور السياسية المتصارعة في الشرق الأوسط وقلنا إن لدينا ثلاثة محاور هي محور إيران ومحور تركية ومحور إسرائيل كل محور معه طبعا دولة أو أكثر وقلنا أيضا إن غباوات السياسة الخليجية كتدفع محوري إيران وتركيا للتكارب ضد مصالح إسرائيل والخليج وهذا ما يحدث الآن بالفعل بعد حماكة دعم الانقلاب على نظام أردغان وحماكة حصار كطر ها هي السعودية والإمارات تتورطان في دعم انفصال إقليم كردستان وكل ذلك يصب في مصلحة إسرائيل وحدها يعتقد حلفاء إسرائيل أو حلف إسرائيل بالأصح إنه سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد إذا أشعل فتيل كردستان فهو على الأكل سيخلق مشاكل لكل من تركيا وإيران والعراق وسيحاصر تركيا بالمشاكل وهذا سيضعف موقفها في دعم كطر هكذا يؤملون لو حاصروا تركيا أكثر سيضعفوا الموقفها في دعم كطر لأن الأولوية ستكون لحماية الأمن القوم التركي على الحدود لا في الخليج عموما هذا لم يعد استنتاجا هناك تصريح واضح صريح من مهندس العلاقات السعودية الإسرائيلية اللواء أنور عشقي صاحبنا اللي استضفنا أكثر من مرة هنا هذا الرجل يصرح بمضمون هذا الكلام اللي قلناه تصريح واضح تعالوا نستمع إليه ثم نعود العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقططع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان هكذا استطاعت إسرائيل أن تقنع الإمارات والسعودية بأن مصيرهما مرتبط بمصير إسرائيل العدو واحد هو تركيا وإيران تركيا الديمقراطية وإيران التوسعية وفي الحقيقة فإن السعودية وإسرائيل والإمارات يعتقدون أن تركيا أخطر عليهم من إيران فعلا هذا ما يدور في العقل السعودي والعقل الإماراتي يعتقدون أن تركيا أخطر عليهم من إيران كأنظمة لماذا؟ لأن تركيا تقدم وصفة مقنعة للشعوب هي وصفة الديمقراطية كما أنها يعني من داخل المذهب السن الذي تتبعه الأغلبية الشعبية في هذه الدول وإحنا قد قلنا من زمان أنهم يخافوا شعوبهم أكثر من أي شيء آخر والمشاريع التي تؤثر في شعوبهم هي هذه المشاريع مشاريع الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية والنموذج التركي نموذج يعني مستفز لدول الخليج ويريدون معاقبة هذا النموذج أما إسرائيل وأمريكا فلديها مخاوف كبيرة من صعود تركيا الإسلامية تكلمنا عليها من قبل تركيا الإسلامية الناهضة الصائدة هذا يشكل تهديد كبير للمشروع الأمريكي الصهيوني ده في المنطقة وليس من المصادفة أن يكون برنارد لويس المستشرك اليهودي الأمريكي هو أكثر عداء للإسلام والمسلمين ليس من المصادفة أن يكون هو صاحب نظرية تقسيم الشرق الأوسط إلى إثنيات وطواف وهو أيضا الذي ركز أعمالها البحثية معظمها كانت على تركيا والدولة العثمانية يعني هذا الرجل اشتغل ربما رسالة الدكتورة على الدولة العثمانية وتركيا وهذا الرجل هو الذي تطبق أعمالها يعني نظرية في تكسيم المنطقة هي التي تبنتها السياسة الخارجية الأمريكية الآن في المنطقة وفي حين أن برنارد لويس حذر في تصريحاته ضد تركيا يعني في حين أنه كان يعني كان حذر عفواً في هذه التصريحات إلا أنه يعلن رأيه المستفز في العرب بدون خجل أو مواربة يعني لما يتكلم عن العرب يتكلم بكل وضوح يعني هم لا يعمل لهم أي حساب ولا أي لمشاعرهم يعني أما الأترك فهو حذر معهم حذر في تصريحه معهم برنارد لويس يقول في مقابلة أجريت معه قبل فترة إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم مش ممكن يتحضروا وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بمواجهات بشرية إرهابية هكذا يقول مواجهات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم كما يقول هو إعادة احتلالهم واستعمارهم ويضيف برنارد لويس يقول ولذلك فإنه من الضروري إعادة تكسيم الأكتار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية الأن بيكسموا المنطقة العربية على هذا الأساس على أسس طائفية مذهبية وأسس عشائرية ويقول لويس أيضا ولا داعي لمراعاة خواطر العرب أو التأثر بانفعالاتهم وردود أفعالهم لا تهتموش ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا هكذا يقدم برنارد لويس العرب ويدعو إلى تكسيمهم إلى أكثر من ثلاثين دولة داخل الجزيرة العربية فقط تداعيات الأزمة الكردستانية على الخليج واليمن قد يجر المنطقة لحرب أوسع من معركة كردستان الخليج وإسرائيل يلعبون مع الأسد التركي ويلعبون مع الثعلب الإيراني وهذه اللعبة ليست مضمونة ليس هناك ما تخسر إذا كان إذا هددت تركيا وهددت إيران في أمنهم القومي بشكل حقيقي وفعلا هناك تهديد بشكل حقيقي لديهم لدى تركيا مشكلة كردية كبيرة واسعة إذا كان التهديد سيصل إلى تكسيم تركيا فلن تترك شيء تركيا في المنطقة ستشتاح سوريا وستشتاح شمال العراق وربما ندخل في حرب واسعة تشمل الخليج وإسرائيل ولا ندري أين ستنتهي لا ندري أن إيران هذه طبيعتها الخليج يشعل النيران على أطراف الجزيرة العربية بأمواله وبمجموعة سلسلة مؤامرات تديرها إسرائيل وترعاها أمريكا ويمولها الخليجيون من أمواله هذه المؤامرات هذه المغامرات تنتهي في نهاية المطاف إلى إشعال الجزيرة برمتها ربما تعتقد الأنظمة في الخليج الأنظمة الموالية لإسرائيل الآن ربما تعتقد أن أمريكا قادرة على ضبط إيقاع المعركة وعلى إدارة الأزمة وحمايتها حماية هذه الدول من المخاطر التي كتتثمرها نتائج سياساتهم لكن هذا ليس مضمون أنت لا تستطيع أن تضمن شيء بعد إشعال الحروب والفتن في المنطقة العراق لم يعد لديه ما يخسر وكذلك سوريا الخليج ربما يدفع عثمان باهضة ربما نحن في اليمن سنستفيد منها بشكل أو بآخر إذا ظلت السياسة السعودية والإماراتية على هذه الشاكلة تراعي مصالحها على حساب مصلحة اليمن القومية أظن أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر